مسا مسا على كل وشاء دحيح الافلاق ارش الميجاليدون من المعروف عنه انه انقرض من ملايين السنين ومش موجود حاليا ولكن تخيل انك تفتح بوابة من الجحيم بينك ومن ارش الميجاليدون الموجود في عماق المحيط من ملايين السنين وتخيل كمان تكون لوحدك وسط البحر في مواجهة ارش الميجاليدون اللي هو اصلا ملوش اي منافس او مفترس على مدار التاريخ ده غير ان يطوله اصلا اكتر من واحد وعشرين متر تخيلت ما اعتقدش هتكون نعيش وقتها علشان تتخيل فيلم النارد اسمه زاميق وبيحكي عن ارش الميجاليدون اللي بيهاجم بعسة علمية في قائل المحيط وبيضمر المختبر بتاعهم وبيقف في مواجهته عالم بحري علشان يقتلوا وينقص كل البشر من ضماره ما تيجي نشوف بيبدأ الفيلم مع البطل جوناز بعد ما وصل لعمق المحيط في غواصة انقاذ علشان ينقص صحابه من البعسة الى المياه اللي كانوا على وشك الموت تحت ولكن اول ما بيشرف من الجوناز بيجي ارش الميجاليدون علشان يسلم عليه بنفسه ويستقبله وتاكل اللي في الغواصة اللي اخافه لان ارش الميجاليدون كان على وشك تدمير الباب علشان يدخل يعمل منهم بطاطس محمره ياكلها مع شربة السيفود اللي انا وانت يا عزيزي بنحبها جوناز باكن في حدة تانية خالص لانه كان يفكر ويحاول يستوعب ان فيه كائن بحري يعايش على العمر الكبير ده للمفروض الضغط فيه قادر على تدمير جبل كامل من الفلاس ولكن مش بيلا حيفكر جوناز كتير وبيبدأ في نقل كل افراد الغواصة اللي هتغرأ لغواصة الانقاذ علشان يا ربيهم للسطح قبل ما يكونوا اكبد غداء ارش الميجاليدون النهاردة وكله كان ركب سفينة الانقاذ اللي كانوا مصابين ومحتاجين مساعدة من اي حد لان ارش الميجاليدون كان دمر الباب ودخل عليهم ولكن جوناز بيفكر لحظاته بيشوف انه يرجع بباقي البعثة مع عدة اثنين احسن ما يموتوا كلهم وما يرجعش بحد خالص ولان الحية بقى من الميت فجوناز بيفكر في الاحياء وبيقفل الباب وبيتر بالغواصة علشان يخرج للسطح والمخرج من الموقع انفجرت الغواصة النووية وبسببها حصل تدمير كبير في خندق المحيط جوناز الموضوع ما كانش سهل عليه وكان حاسس بالزنب وزميله عدبوه ولكن اللهم اللي شايف نفسه اسد ينزل ينقذهم ولكن كلهم بيسكتوا وحطوا وشوم في الارض من غير ما ينطواوا باي حرف وبيعد الزمن وبعد خمس سنين بيروح لمحطة بحيث بحرية اسمها مانا وان والمحطة دي كانت في قلب المحيط على مسافة كبيرة من الحدود الصينية والمحطة مانا هدفها هو اكتشاف عماق المحيط وكل الغموض اللي بيحوطه حاجة كده زي اكتشاف طريق تكاثر البعوضة الصينية اللي بيحلوا بيها على الغداء وعلى المحطة بيوصل موريسي اللي كان صاحب المحطة ونجب السابله الدكتور شيانج اللي كان مسئول عن فريق البحث والدكتور عرفه على بنته سعين علمة البحار وبنتهم ميين ويطار به شيانج علشان يفرقوا على المحطة اللي تحت المحيط بعد ما طوروها وكبروها وبايت احلى واجمل من طبق العدس اللي بيدفيك في الشتاء موريس فرح وكان مبسوط لان فلوسه مراحتش على الفاضي وكان فخره مبهور بالمكان بعد ما اطور وباقى اجمل من الموناليزا موريس لما شاف الحيتان حوالين المحطة كان معجب بيها انه كان اول مرة يشوفها بالقرب الكبير ده ولكن على الفور الدخلت سعين وعرفته انها هي لنجحة تجذبهم المحطة بعد ما اطلقت ترددات خاصة بانسة الحوت وبما ان الرجالة كلها بتموت في الملبن الطري فكله جي عند المحطة علشان خطر عيونه ويجمال انسة الحوت ويبغت كل حوت بفريق العمل بتاعه والشيانجي خدمه موريس مرة تانية علشان يبيروا اكتر من بهير لما شير بيسبيروس باتس وعرفوا انه بعت الدكتورة لوري بفريقها العلمي للمحيط مرة تانية علشان يجمعوا شوي الجنبري على الصبيت لان الرجالة هفتانة وعلى لحم بطنها من مبارح اموري استلب منه يزود في الشربة علشان هيمضي عقد جديد مع فريق عمل سرو وقتها لوري كانت نزلة علشان تعدي طبقة بحرية من غاز الهايدروجيني اللي كان تحتها عالم كامل مختلف محدش يارف عنه حاجة وهو لما لوري عدت السحابة الهايدروجية كله كان فرحان لانهم كده دخلوا التاريخ بعد ما اكتشفوا عالم جديد مخفي عن العالم كله وكمان ما حدش وصل للنقطة العميقة دي غيرهم قبل كده وتحتشافوا عدد كبير من الكائنات البحرية للمفروض انها انقرضت من الاف السنين ولوري بعدها طلبت من دي جي في المحطة ينزل حوامة علشان يكتشفوا المكان بشكل اكبر وكمان يرجعوا بعينات تثبت اكتشافه وهو لما دي جي ينزل الحوامة الاتصال بتقطع وبيفقدوا التواصل وعلى الفور بيقرب كائن بر يملاق من غواصة لوري وبلغت شيانج على الفور بوجود الكائن زي ما جونس كان بلغهم بالزبط قبل كده ولكن بعدها الاتصال بتقطع من لوري وكل اللي في المحطة الرئيسية بيقلق على لوري ومحدش كان عنده اي حل ولكن بعد محاولات كتيرة اكتشفوا انهم لسا عايشين عن طريق الترددات الحرارية اللي خارج منه واجتمع كل فريق المحطة وتوصلوا ان فريق لوري قدامه 18 ساعة والاكسوجين اللي معهم ما يخلص ولازم ينقذوهم باي طريقة وفي الاخر قرروا ان لازم حد ينزل تحت بغواصة انقاذ علشان ينقذهم وهنا ما جبلغهم ان ما فيش حد يقدر ينزل للانقذاء غير جونس ولكن الدكتور هيلار اعترض على جونس وبلغهم ان جونس من خمس سنين سباي فريق يموت في الغواصة وقفل الباب من غير ما ينقذهم وده كان السبب اللي خلاهم يرفدوا جونس من الفريق بسبب انهم شافوه مجنوب والشيونج سابهم يتخنقوا في الاخر قرر انه يكلم جونس بنفسه ويكلفوا بالمهمة دي لانه اكفأ واحد وما حدش هيقدر ينقذ الغواصة الغرقانة غير والشيونج خد ما يكراحوا قبل الجونس وعرضوا عليه طلبهم ولكن جونس رفض وعرفهم انه مستحيل ينزل البحر مرة تانية بعد اللي شافوا اخر مرة ده غير انه تهموا بالتأثير بعد ما سابت نين يموتوا ملحقش ينقذهم وما يشغل على الفور التسجيل بتاع لوري اللي بتستنجد باي حد يلحقها ايا وفريقها طاول ما سيما جونس الجنن وقلق بسبب ان لوري تكون طلقته وده كان السبب الاكبر جونس على قبول المهمة لان مهما الستات كترت في قلب الراجل محدش هيملعينه غير اول حب او تاني وتالت عادي على فكرة وتولي النقاشات والاتفاقات اللي بتتم دي كانت لوري تحت في المحيط مع فريقها بيحاولوا يصلحوا المحركة لشان ينقذوا نفسهم ويخرجوا للسطح مرة تانية ولكن لوري بالغلط بيتشغل انوار الغواصة وانا بيرجع الكاني البحري يهجم عليهم مرة ثانية بسبب الانوار ويدخل مفكف بطني لوري بعد ما تصدم بيهم الوحش وسوين على الفور بتعرف بالهجوم اللي حصل وكمان بتكتشف المصيبة ويان غواصة لوري حصل تصر فيها في انبوب الاكسجين وفي خلال ساعتين بالزبط الاكسجين هيخلص ويتحول الوقت بتاعشها كلها بروتينات للاروش وبطير سوين لغواصتها وبتنزل بيها علشان تنقذ فريق لوري وبيوصل جوناس عمل بحروي لوري كلها وبيستابلوا في المحطة وبيعرفوه ان غواصة لوري ما فيش قدامها غير ساعتين ويموتوا بسبب الاكسجين اللي بيتصرب وبترجو ناس لغواصته بينزل بيهم للمحيط وهو بيندم على اليوم اللي حب فيه لوري ولكن لا نهاية للمحن وفي الغواصة شافت من ينجي بنتي سوين وطلبت منه يرجع امها وهو وعدها انه ينقذها وبينزل جوناس للمحيط وبيكون سوين ووصلت عندي لوري وبتحاول ترمي خطافها لشان تسحبهم وتطلع بيهم للسطح ولكن بيهاجمها اغطبوت ضخم وهنا بيجي وحشي وحوشي البحر اللي بيأكل الاغطبوت وينقذ سوين الارش اللي محدش بيقدر عليه اللي لما بيدخل حراء كله بيقفل شباكه بيسيبوله كل الاكل الوحيط الارش اللي بياخد منهم الجزية السنوية بدل ما يطلع اسوأ ما فيه عليهم ارش البحار والمحيطات يعني ارش الميجالدون الميجالدون وبس اللي مفيش سمكة في قوته في البحر كله والسوين على الفور بيتبلغ المحطة بارش الميجالدون والجوناس بيسمعها وبيعرفها ان ده يكون ارش الميجالدون وسيدي الروش كلها ويفكه اقوى من قوة قنبلة زرية وطلب منها على الفور تطفي كل الانوار وكمان تشغل محركات الدفع بسرعة علشان تخرج للسطح لانها لو فضلت اكتر من كده هيبلع ارش الميجالدون بغواصتها ولكن ارش الميجالدون وقتها كان قرب جدا من سوين وهنا جوناس بيطلق انوار كتيرة في البحر وهنا بينجزب ناحيته ارش الميجالدون وبتطير سوين بغواصتها للسطح بعد ما شغلت انظمة الدفع وبعد ما يرفت النامى الاشغر في المطبخ ووجودها في البحر غلطة مش هتكررها تاني وبعدين بينجح جوناس ان يوصل لغواصة لوري وبينقل فريقها في غواصته ولكن ارش الميجالدون كان قرب جدا وهنا واحد من فريق لوري كان اسمه توشي بيضحب نفسه وبيفل الغواصة له بيشغل كل الانوار علشان ارش الميجالدون ينجزب ناحيته ويسيب فرصة لفريقه يارب وهو ما تحقق بابتلاعه عن طريق ارش الميجالدون وهرب جوناس بالفريق للسطح ولما خرجوا فوق جوناس قابل سوين وسوين اتهمته بانه السبب في موت توشي زي ما ساب الفريق العديم وهنا جوناس اتعصب عليها وقال له نوسيخ اني وافقت ارجع لكم مرة تانية شوية فاشلين اللي ملكيش غير في المطبخ وانت السبب في اللي حصل لانك وافقت انهم ينزلوا المحيط وفضلت قاعد انت تتشمسي وبعدها سوين بتروح تتزله جوناس لانه قلبه بيسعى لكل ستات بيسمحها ويتصافها معا بعدها بيكتموا كلهم مع بعض وسوين بيطرفوا من ارش الميجالدون انقرد من ملايين السنين ده غير انه بيقدر يقسم الحتن الصين ويأكلوا الضربة فك واحدة والشيونج كان عائل وطلب منهم يوقفوا اي عمليات غص حاليا علشان ارش الميجالدون ما يديش عليهم لكن الشيطان مور يصرفوا منه دفع مليار دولار على المحطة علشان يحقق بيها اكتشافات ويخاطر ويجازف مش يقود جنب بنته طفلها الملوخية وعرفهم ان الاستكشافات هتكمل زي ما هي ومش هتوقف واتا كانت ميينج بتلعب بالكرة بتاعتها وفجأة شافت قدام ارش الميجالدون وبيحاول يدمر الزجاج اللي بيفصل بينها وبينه وان صرخت البنت ميينجا لشان تستغيث باي حد وعلى الفور جونس ويسوين وكل الطاقم بيجروا نحية البنت علشان يعرفوا ملها وانك اكتشفوا الصدمة لما شافوا ارش الميجالدون وبيحاول يدمر المحطة وفهموا ان ارش الميجالدون خرج من الاعماق وجاي هاجمهم في مكانهم زي ما قالوا نوموا في اعماق وقتاش ينجي وجونس ما كانوش هادرين يفهموا ازاي ارش الميجالدون خرج من مكانه على الرغم من وجود السحابة الهايدروجينية والطبقة الحرارية اللي بتمنع مرور الكائنات البحرية الخطيرة للسط بعد تحليل وبحث كبير اكتشفوا ان غواصة جونس لما خرجت من المحيط خرجت بسرعة كبيرة ودعم الفتحة مؤقتة في الطبقة الهايدروجينية قدت لمرور ارش الميجالدون ووصل بعدها لسطح البحر عنده دهريني بعدها الممر اتقفل وبالتالي ارش الميجالدون اتحبس فوق على السطح وهي ندمهم على اليوم اللي فكروا فيه ينزلوا تحت عنده وهنا جي دور جونس يتكلم معرفهم ان يوم لازم في اسرى وقت يتلوا ارش الميجالدون قبل ما يدمر ويتسبب في موت اي بشر لانه وجوده على سطح المي خطر وهيهاجم اي مركبة او اي شاطئ عليه بشر ولسه جونس ماكملش كلامه جل المحطة استغاثة من ثلاث سفن بحرية في قلب المحيط بعد ما ارش الميجالدون هاجم وبتير على الفور جونس بيفريقه على مركب وبيروحه عند مكان استغاثة السفن التلاتة ولما وصلوا هناك اكتشفوا ان الثلاث سفن اتدمروا بشكل تام بعد ما اضع عليهم ارش الميجالدون وكمان شافوا ارش الميجالدون بيحوم حواليهم ونبلغهم جونس انهم لازم يقتلوا وعلى الفور حطوا خطة وهي انهم يحطوا في ارش الميجالدون جهاز تتبع علشان يحددوا مكان وبعدها حد ينزل تحت بقفز زجاجي ضد الكسر ويحقن ارش الميجالدون بسم قاتل وكده يتخلصوا منه من الشر والخوف اللي مسببوا ليه ولكن كان لازم واحد منهم ينزل المية ويحقن ارش الميجالدون بالجهاز التتبعي لان لو تحركوا بالسفينة حواليهم هيدمرها ويموتوا كلهم ونبيت تفقوا يعملوا ارعى ولكن موريسي النايتي بكل غفء قال لهم انا خجول في المواقف دي ومش باعرفعوا وجونس بدل ما يرد علي بما كان اخر غير الفم اكتفى بانه يتطوع هو وينزل يحقن ارش الميجالدون بالجهاز التتبع لانه عارف ان كل المعافر رفيره مفيش حد يوتمد عليهم ونزل جونس للمية وقرب من ارش الميجالدون بكل حذر وترقه حسب حركته وعلى الفور بدأ يهجمه وفضل الفريق يهرب بالمركب ويشده الجونس اللي كان على وشك الموت من ارش الميجالدون ولكنه نجح في انه يصعد على المركب بسلامة وبعدين بدأوا في تجهيز الافص المضاد للاروش والسوين قررت هي اللي تنزل فيها عشان تحقن ارش الميجالدون بالسم ويقتلوه وجونس حاول ينزل بدلها ولكن رفضت سوين بسبب انها هي الوحيدة اللي عارفة المكان اللي المفروض تحقن به ارش الميجالدون بالسم علشان يموت وبتدخل سوين الافص وبينزلوها المية وبيرمو حواليها لحوم علشان يجذبوا ارش الميجالدون عندها وبعد فترة وصل ارش الميجالدون وخرج من تحتها وهاجمها ونشحت سوين تحقنه بالسم ولكن المفهون كان لسه ما اشتغلش ونحاول ارش الميجالدون يا كلها ويبلعها بالافص بتاعها وعلى الفور بينزل بطلنا بطل جنة حبيبنا وحبيبنا جونس التنين وحاول جونس يسحب سوين بالافص ولكن ارش الميجالدون كان افش فيه وهنا سحب سوين بافصها لتحته ويتدمر جايز السحب الا على المركب وبسبب قناة الاكسجين بتاع سوين اتدمر وكانتها تموت خلاص وطلبت من جونس يخلق وهي هتضحب نفسها ويتموت لوحدها بعد ما يموت هو معاه وبعدين فقدت سوين الوعي ولكن نجح جونس في انه يخرجها من الافص بتاعها وخدها علشان يهرب بيها ولكن وصل لتانية مرة ارش الميجالدون علشان يرحب بحبيبنا جونس اللي بياشاؤه ومش بيتمنى يدوء لحمة حد غير ولسه ارش الميجالدون كان يكلهم ام الاثنين ولكن بيفقد ارش الميجالدون السيطرة على نفسه لان مفهول السم كان انتشر في جسمه وبيفقد الوعي بعد ما مات وبينزل في عماق المحيط قصة هامدة وجونس بياخد سوين بسرعة للسطح وبيطلع على المركب وبيحاول يعملها تنفس صناعي كان يموت ويعملوا لها من زمان وبينقذها من حلاوة التنفس الصناعي وبتيش سوينو بتشكر جونس انه انقذ روحها وبعد كده جونس بيفرح سوينو بيعرفها انهم يصدوا ارش الميجالدون بعد ما اتلوها وبعدين بيقف ويل جنب ارش الميجالدون علشان يتصور جنبها ولكن فكه بيتحرك وبيخاف ويلو بيقع في المية وكل التقم بيتحكوا عليه انه خاف ولكن فجأة بيطلع من المحيط ارش الميجالدون اكبر من الارش الاول اللي استضوه واكل ويلو هاجم الارش اللي على المركب وتسبب في غراء المركب بعد ما دمرها نصي وبسبب التحطم اللي حصل من ارش الميجالدون فاشيان جاب وسويني تصاب ونزف دم كتير وبعدها اخذوه على سطح المركب بيحاولوا يوقفوا نزيفه ولكن رجا ارش الميجالدون مرة تانية وهنا هيلر بيضحب نفسه وبيجذب ارش الميجالدون ناحيته علشان يبقيده عن فريقه وانهارده يجيه وكل الفريق ويرجبوا عليها لشان يحموا نفسهم من الغرق ويرجعوا بيلي لليابسه مرة تانية ولكن رجا ارش الميجالدون مرة تانية وفض الماشي وراهم بيرائبه وموريس اتصل على قواته طلب منهم طيارة تيجي تحميهم من الارش ونكوه في الاشتباك مع ارش الميجالدون وبعدوه عن الفريق وبالطريق شيانجاب وسوين مات ورجعوا المحطة وفض الجونس يواسي في سوين وموريس اتكلم معاهم معرفهم انه بلغ الحكومة الصينية بكل اللي حصل وما يبعثوا قواته تلو ارش الميجالدون وكمان يبعثوا طيارة تخرجهم من المحطة وترجعهم لليابسة وبالليل بتيجي طيارة خاصة بموريس ويروح يركب معاهم ولكن بنعرف ان موريس ما بلغش الحكومة الصينية وضحك عليه وده بسبب انه كان نويات الارش الميجالدون بنفسه تعويض على الفلوس الكتير لضيعها تغير ان الحكومة الصينية لو عرفت اللي حصل تحبس موريس بتهمة انه في ناس كتيرة ماتت بسببه وكمان لانه هو سبب في خروج ارش الميجالدون من مكانه اللي في قاع المحيط وعن طريق عز التتبع وبيعرف مكان الارش وبيروح مع قواته عنده علشان يتروه وهو المخرج ليهم ضرب عليه صاريخ كتير بالطيارة وكابتن الطيارة اكد لموريس النوم اتلوه وهو شافه وهو ميت وانا بينزل موريس من الطيارة علشان يتأكد بنفسه وطلب هنا من رجالته يجيبه من ارش الميجالدون سنة اسكار علشان يتبهى به قدام صحابه كل العالم ويعرفوا منه نجح في قتل اخطر مخلوق بحري على مدار التاريخ ولكن وقتا رجالته وعرفوه ان الارش ده ما فيش فيه اسنان خالص وانا فيهم موريس النوم اتلو حوت مش ارش الميجالدون وقتا ارش الميجالدون كان تحتهم على طول وكان عامل ليهم فخ علشان يستدرجهم ويقضي عليهم وانا ركب ما رجالته المركب وطلب منهم يخرجوا من المكان بسرعة كبيرة ولكن اول ما تحركوا بالمركب بيقع موريس في المية وما فيش حد من قواته بياخد باله منه وبيفضل ينادي عليهم كتير ولكن محدش بيسمعوه وانا بيجري ناحية الحوت علشان يطلع على جسمه ويستغيز به من ارش الميجالدون ولكن بيظهر غراء ارش الميجالدون وبياكلوا هو والحوت في لمح البصر وبيجي تنيومه جونس وفريقه بيعرفوا ان موريس كذب عليهم وانه ما بلغش اي حد بالحصل وهنا جونس صلب منهم يغترقوا الامر الصناعي بتاعه علشان يتتبعوا ارش الميجالدون ويعرفوا مكانه يقتروا وتا كان ارش الميجالدون رايح شاطئ مدينة صينية ودا كان من اكبر شواطئ العالم ومأهول بعدد كبير من السكان ولو ارش الميجالدون راح هناك يكون فيه كلسا ومجزارة كبيرة هتحصل وفكروا في طريقة يبعدوا بيها ارش الميجالدون عن الشاطئ وانه جيد دور صين اللي عرفته منها عن طريق صوت الحيتان تقدر تستدرج ارش الميجالدون ناحيتهم بسبب ان الحيتان بيكون الوجبة المفضلة لارش الميجالدون وبيوافقوا كلهم على الفكرة ولكن كان وصل ارش الميجالدون للشاطئ وهاجم على السكان وبدأ يأكل فيهم كلهم بدون اي رحمة ومعتبرهم حيوانات بحرية مفيش فرق بينهم وبين اي سمكة موجودة في البحر احب اعرف عزيز الدحيح لو انت مكانهم كنت عملتهي سب لي اجابتك في كومنتي يمكن تقدر تفيد بيها المخرجين في نهايات حزينة للأفلام ويسوين شغلت بعد كده صوت الحيتان وارش الميجالدون ساب الشاطئ وراح ناحية تردد الصوت وقتا كان جونس ويسوين رجبين غواصاته مستنين هناك لشان يقضوا عليه ويعرفون اللي يغلط في عمه جونس يبقى في عمره بيفرد وبيوصل ارش الميجالدون ويسوين بترحب بي بصاروخه ولكن مش بيأثر فيه بسبب ان حجمه كان كبير جدا وبيطير ارش الميجالدون ناحية تسوينها لشان ينتقم منها ولكن بتنجح في الهرب وبيستدرجوا الجونس عنده وارش الميجالدون بيحاجم جونس بكل قوة وبيحاول يدمروا بيغواصته وقتا بيتيجي طيارة تبع وسائل الاعلام علشان تصور اللي بيحصل ولكن بيتيجي طيارة تانية بتغبط فيها وبيقعوا الاتنين على سفينة تاقن جونس وهنا كله نط في المياه علشان يحموا نفسهم من الانفجار لشان تنقذ بنتها وهم مش هارفين ارش الميجالدون فيها ولكن هم بيشوفوه بعدها بيقرب منهم وهم كانوا في مكانهم خايفين من الموت وبيجي دور ابو الابطال جونس اللي بيقرر يهاجم الارش الوحده وبينجح في انه يخترق بسلاح مع ذاني بطن ارش الميجالدون اللي نزف كتير ولكن ارش الميجالدون كان رافض الموت ورجع يهاجم جونس بكل قوة علشان يكله وعبل ما هو وسطه تتدمر بينجح في انه ياخد سهم وبيغرزه فيين ارش الميجالدون وبيتمكن من اتله القضاء عليه وبينزل ارش الميجالدون زي اخوه اللي مات لتاني مرة قصة هامدة في قاع المحيط وبعدها بتيجي مجموعة من الوروش الصغيرة الحجم وبيهجموا على ارش الميجالدون وبياكلوا فيه وارش منهم كان يهاجم جونس ولكن بتيجي سهم بسرعة بغواصتها وبتبدل ارشان جونس اللي دخل للقلب من اول تنفس صناعي وبعد ما خرجوا للشاطير راح جونس بقى يصدر الغزالة اللي قلبت قلبه على عينه وطلبت من سوين ومن ينجي يخرجوا مع بعض في رحلة فيما كان بعيد كله تنفس صناعي وطبيعي كمان وبخلصينا الفيلم اتمنى يكون عجبكم ما تبخلش ان يابل لايك تشجيعا لنا علشان السمر وندم لكم الى افضل دايما ولو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الكارس لشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول واستنونا في فيلام كتير جاية وريب واشوفكم على خير ومع السلام